موسيقى اهلا بكم مشاهدينا الى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع بداية الصحافة فيما تقول عن الشأن اليمني من المواقع الاخبارية اليمنية كالمعتاد والتي ركزت في مجملها على الطرق المختلفة التي عبر بها اليمنيون عن احتفالهم بواحد من اهم اعجادهم الوطنية قال موقع الموقع بوست والذي كرس عدد من عنوينه للاحتفاء بالعيد الرابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقال في عنوان نضال الرئيس الرئيس هادي يقول نضال اليمنيين خلال العامين الماضيين مثل انتكاسة للمشروع الايراني الطائفي وعنوان اخر في ذات الموضوع نائب الرئيس يقول اليوم يوم السادس والعشرين من سبتمبر كان ايذانا بميلاد فجر جديد وضع اليمن على اعتاب العصر الحديث وفتح له نوافذ للحرية والكرامة عنوان اخر اليمنيون يحيون ذكر سبتمبر بثلاث مدن ويجددون العهد بالانتصار لها موقع يمن مونيتر تابع المزيد من غرات التحالف الخاطئة والتي وقعت في محافظة اب قال عنوان تسعة قتلى من عائلة واحدة في قصف جوي وسط اليمن الى التفاصيل لقي تسعة مدنيين من عائلة واحدة بينهم اطفال مصرعهم في غارة جوية للتحالف استهدفت مدينة اب بحسب ما افاد به شهود ومسعفون قالت المصادر ان غارة طالت منزلا لعائلة الجماعي في منطقة مفرق جبلة على الاطراف الجنوبية لاب ما ادى الى مقتل تسعة مدنيين من عائلة واحدة وجرح احد عشر اخرين وافادت مصادر طبية في مستشفى اب افادت بوصول تسع جثث بينها نساء واطفال واشار شهود الى ان التحالف اغار كذلك على مجمع قريب من المنزل يستخدمه الحوثيون وحلفاؤهم كمقر لهم 26 من سبتمبر في ذكر هذه الثورة اليمنية وتحت هذا العنوان كتب الكاتب نبيل البوكيري مقالا نشره في العرب الجديد وقال البوكيري لم يشعر اليمنيون مثل ما شعروا اليوم باهمية ثورة السادس والعشرين من ستمبر 1962 ولم يلتفوا كما التفوا اليوم خلف حملي شعار هذه الثورة والمقاتلين من اجل تصحيح مسارها الذي انحرف به نظام المخلوع صالح اكثر من ثلاثة عقود حينما حول النظام الجمهوري الى ملكية اسرية فاقعة تحت شعار الجمهورية الستمبرية التي قامت للخلاص من نظام الامامة الكهنوتي الاسري العنصري مثلت السادس والعشرين من ستمبر الثورة الام لليمنيين الذين تقاسمتهم الكهنوتية الامامية مع الاستعمار البريطاني اكثر من قرن ونصف القرن لكن هذا التقسيم لم يثني اليمنيين عن واحدية النضال والثورة التي شارك فيها كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا من خلال رموزهم وابطالهم الذين نظلوا في الشمال لدحر الامامة وعادوا بعد ذلك لطرد الاستعمار فكان في مقدمة صفوف ثوار ستمبر القائد راجح بن غالب لبوزة الذي قتل الاماميين في جبال المحابشة في محافظة حجة وانتصر عليهم وعاد بعد اعلان الجمهورية العربية اليمنية صبيحة السادسة والعشرين من ستمبر لتفجير ثورة الرابع عشر من اكتوبر الف وتسمائة وثلاثة وستين جنوبا ضد المستعمر البريطاني وتوجت برحيله في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني الف وتسمائة وسبعة وستين تلك اللحظة التي يقول عنها صاحب كتاب الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربي فريد هاليدي لم تكن لتتحقق لو لم يتم التخلص من نظام الامامة في شمال اليمن موقع التغيير نت يستعرض ما توصل اليه تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان والذي يكشف عن حالات التعذيب التي تعرض لها مختطفون خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر لعام الفين ما بين عام الفين واربعة عشر حتى عام الفين وستة عشر وثق التقرير وثق حالة تعذيب لمائتين وأربعة وسبعين حالة تعذيب احتلت محافظة دمر المرتبة الأولى من حيث عدد حالات التعذيب ومن ثم محافظات لحج وإب وأمانة العاصمة صنعاء وتعز والحديدة والبيضاء وعدن وعمران وكشف التقرير عن تسجيل حالة وفاء داخل السجون وقدرت بـ 57 حالة للوفاء داخل سجون الميليشيات خلال الفترة نفسها بينها 26 حالة وفاء تحت التعذيب واثني عشرة حالة إعدام وتصفية بالرصاص الحي داخل السجون واثني عشرة حالة وفاء نتيجة استخدام مختطفين دروعا بشرية من قبل الميليشيات الإنقلابية في محافظة عدة أبرزها ضمار إضافة إلى تسجيل عشر حالات وفاء لمختطفين مدنيين داخل سجون ميليشيات الحوثي وصالح نتيجة تدهور صحتهم وعدم السماح لهم بطلق العلاج بشكل كامل ذكر التقرير أيضا تسجيله لحالات تعذيب بلغت 203 حالة تعذيب جسدي ونفسي تعرض لها المختطفون المدنيون في سجون الميليشيات الإنقلابية جراء استخدام مختلف وسائل التعذيب مشيرا أيضا التقرير إلى أن الأرقام المعلنة لا تمثل كل حالة التعذيب في اليمن وإنما تمثل فقط الحالات التي تم التحقق منها والتحقيق فيها من قبل فريق الرصد إلى موقع مصدر أونلاين عنونا في صفحته الرئيسية وقال مسلح مجهولون ينهبون أحد التجار في صنعاء تجار يقولون تم ذلك برعاية الحوثيين يقول الموقع في التفاصيل لم تعد عمليات النهب المنظمة تتم خفية بل يتم ذلك في واضح النهار وعلى مرأة ومسمع من المرأة ففي شارع هائل وسط العاصمة صنعاء نهب مسلح مجهولون أحد التجار أموالا ومصوغات ذهبية بعد أن ادعوا بأنهم من جماعة أنصار الله أي الحوثيين وقال شهود عيان ومصادر مقربة من التاجر الذي لم يذكر الموقع اسمه بأن التاجر كان بحوزته نحو مليوني ريال يمني بالإضافة إلى خمسمائة جرام من الذهب وهو يعمل كمندوب لمبيعات للذهب والمجوهرات واعتاد أن يمر للمحلات التجارية في الشارع المزدحم بالمرة بشكل يومي أضافوا بأن سيارة اقتربت نوع برادو اقتربت منه عقب خروجه من أحد المتاجر وكان على متنها العشرات من المسلحين ومن ثم طوقوه وأشهروا عليه السلاح وأمروه بأن يصعد إلى السيارة وحاول عدد من أصدقائه التدخل لكنهم وجهوا إليه بالتهديد بإطلاق النار من قبل المسلحين 26 سبتمبر ثورة الألف عام تحت هذا العنوان كتب خالد الرويشان مقالا ونشره في مصدر أونلاين وقال الرويشان العالم يتغير لكنه يظل يدر حول الشمس وليس ثمة من شمس في تاريخنا المعاصر أكثر تأثيرا وتغييرا من شمس ثورة ستمبر ألف واثمائة واثنين وستين باعتبارها طاقة هائلة للتغيير والتغير وبوابة عبرت بلاد عبرها إلى فضاء جديد وعالم يتجدد مهما بدى بؤس اللحظة خانقا ويأس البرعة قاتلا التاريخ يقول ذلك والساحة الثائرة ما تزال فوارة بالأمل موارة بالتغيير أخيرا ماذا يبقى من ثورة ستمبر يبقى أنها كانت البداية الأقوى في العصر الحديثي للحلم بوطن جديد والأهم أنها زرعت في الوجدان الجمعي اليمني إمكانية تحقيق هذا الحلم رغم قطاع الطرق وقاتلي الأحلام ويبقى أنها ستظل الفوهة الأم لبركان التغيير وحتى هذه اللحظة فإن كل كرات النار التي تدحرجت عبر العقود الماضية وما تزال لم تكن إلا من تلك الفوهات المضيئة في تلك السنة في ذلك الشهر في ذلك اليوم في تلك الساعة إلى واحد من الأحداث غير المتوقعة في العاصمة المؤقتة حيثا ورد في موقع عدن تايم أن حراسة أحد محطات توليد الكهرباء في عدن أقدمت على فصل التيار الكهربائي عن المواطنين قال الموقع إلى أعضاء السلطة المحلية في مدرية الشيخ عثمان في عدن ضبطت أفراد حراسة المحطة التحويلية للكهرباء عقب إخراجهم المحطة عن الخدمة لأكثر من سبع ساعات ذكرت المصادر حراسة المحطة التحويلية أقدمت على إطفاء الكهرباء عن الأحياء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا وحسب موقع عدن تايم فإن أعضاء السلطة المحلية هم من يتولون حراسة المحطة التحويلية وتشغيلها مبنى وكالة الأنباء اليمنية سبع تعاني التدهور المستمر وتحول وفقا لموقع المشاهد إلى مكان للاحتطاب لجأ المواطنون إلى حديقة مبنى الوكالة في مدرية التواهي لجمع حطب أشجار الجوافة الهالكة حيث يجمعون ما تبقى من حطام لأخشاب مبنى الرصيف السياحي الذي بني في عام 1918 يقول نائب مدير عام وكالة سبع في فرع عدن محمود ثابت إنهم تعرضوا للتهميش خلال سنوات طويلة متهما جماعات لم يسميها بعملية نهب مبنى الوكالة والمقدر بحجم 130 من المنهوبات 130 مليون ريال داعيا السلطات إلى تنفيذ حملة أمنية لتعقبهم أحد الموظفي وكالة سبع في عدن يقول موقع المشاهد قال إنهم يدفعون ثمن الإنقسامات التي تشهدها البلد وأنه منذ اندلاع الحرب لم يصل إلى المبنى إلا في مرات محدودة هو لم يستطع الوصول إلى في مرات محدودة بحثا عن حطب من أشجار الجوافة لاستخدامها في الطباخ جولتنا المصورة مشاهدين اليوم تحكي قصة أولئك الذين شردتهم الحرب ومزقتهم مخططاتها ومع ذلك أصروا على الاحتفال بيوم غال عليهم مهما كلفهم الصور من احتفاليات أقيمت في مناطق اليمن المحررة مثل مأرب وأجزاء من تعز وأتينا بها من موقع يمن مونيتر والموقع بوست فلنتابع سويا نذهب بكم إلى فاصل قصر كالمعتاد ومن ثم نعود للصحافة العربية فابقوا معنا أهلا بكم من جديد نعود بكم إلى كشك الصحافة وإلى الصحافة العربية وما تقوله الصحف وتقول احتفاءا باليمنيين وبعيدهم المعرض للمؤامرات عنونت صحيفة العرب الجديد وقالت احتفالات بذكرى ثورة سبتمبر احتفالات بذكرى ثورة سبتمبر وهذه يقول الحوثيون هم الأئمة الجدد تقول الصحيفة في التفاصيل شهدت مدينة مأرب ومدن أخرى في البلاد فعاليات احتفائية لثورة سبتمبر للعام اربعة وخمسين في السادس والعشرين من سبتمبر حين هاجم الرئيس هادي النظام الإمامي ووصف الحوثيين بالأئمة الجدد متهما سلفه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بتسليم الجمهورية لأعداء سبتمبر اقيم ايضا تتابع الصحيفة اقيم في مدينة مأرب احتفال شارك خلاله وزير الشباب والرياضة نايف البكري ورئيس هيئة الأركان اللواء محمد علي المقدشي بإيقاد شعلة الثورة بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين بالتزامن مع احتفال مماثل نظمته نظما في مشاركة بمشاركة قياداتهم في المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية في تعز صحيفة الاتحاد قالت حملة لمكافحة حمضانك في شبوة تنقل صحيفة الاتحاد على لسان وكيل محافظة شبوة ناصر القوميشي قال ان الوضع الوبائي في المحافظة جراء تفشح مضانك باتا لا يحتمل في تأخيره في التصدي لهذا الوباء القاتل الذي يحصد ارواح الاهالي بشكل مخيف وسجلت اخر الاحصائيات الصحية سجلت وفات 28 شخصا حتى يوليو الماضي في حين بلغ عدد المصابين بهذا الوباء 2917 شخصا وسط التزايد لحالات الإصابة بشكل كبير في 10 مدريات في شبوة من أصل 17 مدرية وكشف منصق البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا في شبوة كشف عن توسع رقعة انتشار 10 مدريات بالوباء في شبوة مشيرا إلى أن الوضع الوبائي شار إلى أن الوضع الوبائي يحتاج إلى سرعة تقديم المساعدات وتنصيق الجهود ولتكاملها بين مختلف الجبهة الداعمة للتخلص من هذا الوباء الفتاك عرب ومخيمات تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله ونشره في جريدة الحياة اللندنية قال الكاتب قلت أهرب من مشاهدي حلب من هذا الفصل الملحق بالحرب العالمية الثانية من الجثث الصغيرة ورائحة الدم المحروق وأكاذيب لافروف والقنابل الذكية تعجبني هذه التسمية قنابل تكتحم الملاجئ والأنفاق قنابل عائلية تصطاد العائلات في مخابئها والعصر عصر التخصص هذه قنبلة تصطاد الأطفال الذين يخفون في جيناتهم ميولا تكفيرية وهذه للأطباء والمسعفين وتلك لقوافل المساعدات الإنسانية التي لا تصل قلت أهرب وسلكت طريق الجنوب ربما لأتذكر يوم كنا عربا وكان رداء العروبة يغطي أحكادنا وخناجرنا عندما ينزل الليل على المخيم يشعر محمد بالاختناق ليس بسبب الفقر وهو مقيم قديم وليس بسبب تراجع المساعدات وتزايد معدل البطالة واكتضاد الغرف الصغيرة المرتجلة وغياب الخدمات يخنقه شعوره بأنه ولد في المخيم وسيموت فيه تماما كما ما تجده الذي طرد من أرضه ووالده الذي علق صورة ياسر عرفات على الجدار المتهالك يشعر محمد بالاختناق لأن السنوات تتوالى في المخيم كالطعنات يتضاعف البؤس ويتآكل الأمل مر ياسر وأشعل قنديل حلم العودة ومر جرج حبش وأبو جهاد وودي حداد مروا ورحلوا حاولوا إيقاظ ضمير العالم وفشلوا تناسلت المستوطنات هناك وترسخت المخيمات هنا والمخيمات الجديدة أقسى من السابقة وأفضع مدننا فقدت علاقتها بالحاضر والمستقبل وتحولت مخيمات دول كاملة استحالت مخيمات غياب المؤسسات يجعل الدولة مخيما كبيرا لا ينجب غير المخيمات هكذا صارت الدول موزعة من لشيات واستباحات ومخيمات لا ينجب التكفير إلا المخيمات لا يعد التعصب بغير المخيمات التسلط أقرب الطرق لإشاعة البؤس والمخيمات القطيعة مع العصر تحول المدن العريقة مخيمات قاتلة الانغلاق يحول الجامعات مخيمات معتمة وفي هذا الظلام تولد الميليشيات وتترعرع وتدوم تلتهم حقوق الناس والدساتير وروح العواصم والمدن الويل لأحفادنا من عصر المخيمات والميليشيات صحيفة الخليج الإماراتية عنونت عن نشاط جديد أقدم عليه اليمنيون في الخارج عنونت الصحيفة تأسيس اتحاد عالمي للجاليات اليمنية قالت التفاصيل انتخب الاجتماع التأسيسي للاتحاد العالمي للجاليات اليمنية الذي عقد في مدينة ممباسة الكنية هيئة إدارية للاتحاد من سبعة أعضاء ناقش الاجتماع الذي عقد تحت شعار الاتحاد سبيلنا ناقش الكثير من القضايا لخدمة المغتربين والدفاع عن حقوقهم في الجاليات اليمنية وقال عن أهمية تأسيس الاتحاد في هذه المرحلة الحارجة والتي يمر بها اليمن والتي أثرت سلبا على حركة المغتربين وتنقلهم وسببت لهم الكثير من المشاكل على الأصعدة كافة المادية والاجتماعية والإنسانية ونقش أيضا الاجتماع سبل مواجهة تزايد أعداد المهاجرين اليمنيين بطرق غير شرعية وتعرض حياتهم لمخاطر تجعلهم فريسة للاستغرال المادي من قبل تجار وسماسرة التهريب إضافة إلى الوضع الإنساني في اليمن وضرورة تقديم مساعدة عاجلة للمتضررين بالتعاون والتنصيق مع المنظمات كافة الدولية والإقليمية والوطنية وأكد الاجتماع التأسيسي الذي حضره عدد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أكدوا على استقلال الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية باعتباره مكونا مدنيا يهدف إلى خدمة المغتربين والدفاع عن حقوقهم داعيا القيادة السياسية إلى تفعيل دور وزارة شؤون المغتربين إلى صحيفة القدس تناولت أحد الموضوعات قالت الطيران العمانية تعتذر عن ورود مصطلح الخليج الخليج الفارسي في قرائطها حيث أعلنت الخطوط الجوية العمانية أنها أوقفت نظاما لعرض الخرائط على بعض طائراتها إثر إراده تسمية وهي الخليج الفارسي بدلا من الخليج العربي متعهدة بتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل أفاد بيان للشركة نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه لوحظ وجود بعض الإشكاليات في عرض المسميات الجغرافية على شاشات بعض طائراتنا من طراز بوينغ 737 الجديدة والبوينغ 787 إذن 737 الجديدة والبوينغ 787 وذلك إثر القيام بعملية تحديث للنظام الخاص بالخرائط الجغرافية ما تسبب في ظهور أخطاء في الترجمة في أسماء بعض المواقع وأوضحت أيضا أنه ورد ذكر مسمى الخليج الفارسي بدلا من الخليج العربي في شاشات عرض طائرتين مستأجرتين من الخطوط الجوية الكينية أكدت إيقاف نظام عرض الخرائط على متنهتين الطائرتين على الفور لحين الانتهاء من تحديث النظام وأوضحت شركة الطيران العمني أنها أوعزت إلى الشركة المصنعة للنظام الالتزام بالتعليمات في هذا الشأن وتفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا هكذا وصلنا وإياكم إلى فقرة الختام وهي المحببة إلى النفس رسوم الكاريكاتور مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة